اشتركوا في القناة العودة إلى قصة المقالة قال لواء الشرطة كينجمن براين زاك وهو أب لطفلين كان يعمل في الورديات الليلية كسارغانت دورية عندما تلقى مكالمة طلب لإجراء فحص وضع صحي لمنزل قريب بحسب ما ذكر موقع ABC Wallethaven رد على المكالمة دون أن يدرك أن حياته لن تعود كما كانت بعدما كان على وشك رؤيته داخل المنزل كانت إصاباتها بالتأكيد نتيجة للاعتداء وكان يجب التحقيق في الأمر عندما وصل زاك إلى المنزل ودخل وجد فتاة صغيرة وعلى الفور علم أن شيئا ما كان خطأا بشكل فضيع في اللحظة التي التقت فيها نظره عليها اسمها كانت كايلا وكانت مجرد طفلة صغيرة في ذلك الوقت لسوء الحظ كانت الفتاة الصغيرة قد أصيبت بشكل سيء للغاية وكان من الواضح أنها تعرضت للاعتداء إحدى عينيها كانت منتفخة وكان هناك دم جاف في كلتا أذنيها وكان هناك تلوين مختلف للكدمات في وجهها بأكمله ولكنها كانت لا تزال سعيدة وتتجول كأي طفل يبلغ من العمر سنتين مما جعل الأمور أسوأ كان هذا هو الوقت الثالث الذي تم فيه الإبلاغ عن إساءتها للسلطات وفقا لموقع بريتبارت وقمت بالتعرف على إصابتها وما تعنيه والاعتداء الذي تعرضت له في مراحل مختلفة لذلك عرفت أن هناك شيئا ليس على ما يرام تذكر زاك وأضاف أخذت العناية بها وأخذتها معي إلى المحطة شاهدنا فيلم ريك أندرالف وتوصلنا فقط تم توثيق الارتباط بينهما كثيرا في خمس ساعات فقط معا وفي الواقع وجد زاك على الرغم من عدم معرفته بذلك في ذلك الوقت فتاة صغيرة ستصبح في نهاية المطاف ابنته قلت لزوجتي القصة عن هذه الطفلة التي ارتبطت معها وأحببت أن أجلبها إلى المنزل لكن هذا لم يكن شيئا جديدا بالنسبة للشرطي المحب في السنوات الخمس عشرة الماضية لقد قلت ذلك كثيرا لزوجتي عن بعض الأطفال الذين التقيت بهم وأحببت أن أجلبهم إلى المنزل وأعتني بهم لذلك لم تكن هذه مفاجأة بالنسبة لها لقد كان لدي العديد من حالات الاعتداء على الأطفال وكان هناك دائما أطفال يرتبطون بي وأحب أن أخرجهم من الحالات السيئة وأجلبهم إلى المنزل في النهاية ستجد فتاة صغيرة منزلها الدائم مع ضابط الشرطة وعائلته في كينجمان أريزونا ومع ذلك لم يحدث هذا على الفور بل استغرق الأمر عامين ونصف العام ليصبح رسميا بعد أن أخذ ممثل عن إدارة الخدمة الاجتماعية في أريزونا كايلا إلى المستشفى لتقييم إصاباتها وعلاجها ذهب زاك إلى المنزل لكنه لم يتمكن من نسيان كايلا وبالنسبة للعائلة التي لم تتمكن من العثور على أي أفراد عائلة مستعدين لرعاية الفتاة الصغيرة طلب من عامل الخدمة الاجتماعية السؤال الذي غير حياتهم هل تفكر في أن تكون مكانا لها؟ بعدما التقيت بها ليلة السبت وليلة الأربعاء تم تسليمها إلى منزلهم ولكن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق في الواقع كان هناك الكثير مما يتطلبه الأمر لتقديم كايلا الوطن الذي تستحقه لقد كان علينا الحصول على سرير وكرسي طعام وكرسي مرحاض جاءت مع حقيبة ملابس لم تناسبها وكوب شراب وهذا كان كل شيء لمدة عامين ونصف العام عنا زاك الرعاية لكايلا قبل أن يتبناها رسميا في عام 2020 عندما كانت في الرابعة من عمرها أعلن النائب براين زاك بسعادة بالغة ثم توقيع أمر التبني كان هذا هو هدية عيد الميلاد الخاصة بي ولم يكن هو الوحيد الذي فرح بالأمر حيث أعربت سيرا وكايلا أيضا عن فرحهما بالطريقة التي تطور بها الأمر سيرا قالت بالتأكيد سأشجع الناس على ذلك وتحدثت عن عملية الرعاية والتبني لأن هناك الكثير من الأطفال الذين يحتاجون إلى أباء حتى لو كان لفترة قصيرة يمكنك أن تؤثر بشكل كبير بعد تبني كايلا قال براين وسيرا زاك إنهما يخططان لتجديد رخصتهما للرعاية الاحتياطية ومساعدة المزيد من الأطفال أحبها أحبها كثيرا ومن يستطيع أن يلومها بعد تعرضها للاعتداء على يد أولئك الذين كانوا من المفترض أن يحبوها أخيرا تم منح هذه الطفلة المنزل والأسرة المحبة التي تستحقها بفضل ضابط شرطة تجاوز الواجبات بطريقة كبيرة عندما وصلت إلينا كانت تعرف بشكل أساسي ثلاث كلمات كانت تنتقر مثل كائن متحجر اللغة لا تعرف كيف تتحدث الآن تحب التحدث سعيد جدا للإبلاغ أن كايلا سعيدة الآن وتزدهر كما يفعل الأطفال عادة في منزل آمن ومحب إذن عمل جيدا ضابط زاك لنأمل أن يكون هذا العرض من الحب والتعاطف مثالا يحتذى به للآخرين إذا أعجبك الفيديو يرجى إعطاؤه إعجابا والنظر في مشاركته مع شخص قد يجده مثيرا للاهتمام شكرا للمشاهدة وسأراك في الفيديو القادم